النهاردة يا عزيزي جايبلك فيلمك الصحائية حصلت سنة 2016 بس قبل ما نبدأ كالعادة عن صلى عن نبي ونبدأ باسم الله فيلمنا بيبدأ بواحدة اسمها كيم دوك ودي يا عزيزي واحدة غلبانة وشغالة في مخسلة كبيرة وفي مرة وهي في شغلها جالها مكالمة من البنك وكلمها واحد اسمه السونجين وقال لها انه مساعد المدير وبيقول لها ان الطلب اللي قدمته للقرد اتوافق عليه قالت له بس انته قلته انه غير مؤهالة قال لها دقار دي جديد اسمه المشرك واحنا عملنا مخصوص للزوية الدخل المنخفط واعتقد المبلغ اللي انت عايزاه بس في شوية اجراءات كده لازم تعملها الاول وبالتحديد يوم 10-06-2016 كيم دوك اخدت عربية الشغل وجريب بسرعة على البنك اللي كلمها وقالت للموظفين انها عايزت قابل مساعد المدير وفضلت تتخاني معهم عشان يدخلوها او يسمعوها لحد ما فعلا بيسمعوها وبيقولولها ان مفيش حد عندهم اسمه سون اساسا وانه اصلا مفيش حد يجلمها من البنك ولما بتوريهم المكالمة والرسال اللي ما بينها وما بينه اتصادموا وقالت لها قوة عي تكوني حولتيله اي فلوس قالت لها اي وعشان الاجراءات فبتقول لها الموظفة احنا ما بنتلبش اي فلوس من العملاء وبيعرفوها انها تنصب عليها وان موضوع النصب ده بقى منتشر اول يومين دول وبتتعب كيمه وبتتصدم وبيغم عليها ولما بيتفوق بيتروح تعمل بلاغ بسرعة بس الظابط اللي قبلته ده كان عارف ان موضوع النصب واللي احتيال ده كترت وما كانوش عارفين يمسكه اللي بينصبه عن الناس وكان بيرايح كيمه بالكلام وبيخدها على قد علىه وبيتصدم لما بيعرف انها حولت للبنك اتنين وتلاتين الف وبيقول لها ده لو عايل زغير مش هيدحك عليه بالطريقة دي ازاي ما حستيش ان الموضوع في نصب انت حولت لهم الفلوس تمام مرات فبتداي كيمه وبتقوله انا كنت محتاجة الفلوس ضروري وبتفوق الرقبة اللي كانت لابساها وبتقوله هي منهارة انت ما تعرفش حاجة انت بيتك ما تحرقش قدامك وخسرت كل حاجة انا عايش انا وعيالي في الشارع ماناش مكان نقاط فيه انا ما عنديش وقت للندم على المصيبة اللي حطيت نفسي فيها ولا حتى يا دراسبور انت لازم تساعدني وترجعلي فلوسي الزابط قال لها انه هيبدأ في التحقيق وبيعرفها ان تعقبوا الرقم والحساب اللي كلمها منه النصاب هياخد شوية وقت وبتطلع كيم وبتروح على بيتها اللي تحرق وبتفضل تدور على العربية ابنها وبعدها بتروح تاخدهم من حضانة وبتديله العربية اللي بيحبها وبتطلع صاحبة الحضانة وبتعتزل لها وبتعرفها انها مش هتقدر تستابل عيالها تاني من غير فلوس فبتداي كيمه وما كانتش عارفة تعمليه الناحية التانية في مدينة في الصين بنشوف العصابة دي وهي بتنصب عن الناس وكانوا بيعملوا فيديوهات للشباب وبيهددوهم انهم هيفضحوهم وبيقولولهم لو عايزين الفيديو يتمسح يدفعوا الفلوس اللي هيتطلبوها وكانوا عاملين يا عزيزي شركة نفسوهم وكانوا مشغلين معهم شباب كتير ويوميا كانوا بيدوروا على حد جديد ينصبوا عليه واللي ما كانش بيقدر يقنع الناس كان بيتضرب والشباب اللي كانوا مشغلينهم دول كانوا بيكبروه مع الشغل وكانوا بينيموهم في نفس المكان اللي مشغلينهم فيه وفي مرة قرر شاب فيهم انه يهرب وقاموا تسحب عشان يطلع من المكان ده وما كانش عارف المكان اللي كان فيه ده فين بالزبط المهم قدروا انه يطلع من الشباب بس قبل ما بيمشي شاف الاعصابة وهي مسكة اتنين كانوا عايزين يهربوا وبيسمعهم هم بيقولولهم انهم عارفين كل حاجة عن كل الشباب اللي شغلين عندهم وانهم هيركبوا فيديوهات لاخوتهم البنات وحينشروها وده يعني عشان يكونوا عبرة لأي حد يفكر يهرب وبعد كل ده برضو مش هيسيبوهم فبيقوم الزعيم وبيضرب شاب منه وبيقولوا ان عامل معك واجب انت ما كنتش لاقي مكان تشتغل فيه وانا اللي شغلتك وبديلك فلوس وما كانت نام فيه كمان ده غير طبعا الاكل والشرب اللي انتو بتدفحوه وبينزل فيه ضرب لحد ما بيخلص عليه وصديقه التاني اول ما شافه ميت اترق ده ما يتلوش وقال له انه مش هيهرب تاني وانه عيشتغل تحت رجلية ومش هيبيعه وفعلا الزعيم بيسيبو يعيش وبيقولو ان يحكي للشباب على اللي اتعمل في صاحبه وحودها ده اللي كان بيفكر يهرب خاف ورجع تاني وبيقضي في تكر الفيديو اللي اكبرو انه يصورو وبيخاف على اهله من الفضيحة اما كم كانت مشى مع عيالها وهي مش عارفها تروح بيوم فين وبتضطر انها تروح الشركة اللي شغالة فيها وبتدخل في قوض التغيير الملابس وبيتنام هي وعيالها تاني يوم الصبح كانوا قاعدين معاه وهي شغالة وبما ان في ناس كتير صفرة وقلبها سود فكانوا مدهيين من عيال كيم المهم الزابب بيكلم كيم وبيقول لها انهم قدروا يوصلوا للحساب المصرفي اللي تحول عليه الفلوس بس للأسف الفلوس كانت تساحبت وطبعا الحساب بيانته مزيفة وبيقول لها ان الموضوع صعب واني ناس كتير اتدحك عليها واني الشرطة لحد دلوقتي مش قادرة توصل للعصابة دي وبيتأسف لها وبيقول لها ان قضيتها تقافلك فبتدهي كيم وبقرر انها تروح له الاسم بس وهي في الطريق بيجي لها مكلمة من الشاب اللي ضحك عليها وقال لها انه عايز سعيدها وانها تعتبره المخبر السر بتاعها وبيأكد لها انه فعلا عايز سعيدها ولما سألته شمان اخترتين انا قال لها عشان هي الوحيدة اللي صدقته وحولت الفلوس على طول وبيعرف انه مش هيقدر يتسل بالشرطة وانهم واخدين منهم التليفونات بتاعتهم ولما جي رئيسه يوقف جنبه عمل نفسه انه بيكنها حتاخد قرد فبتقوله انها مش فاهمة حاجة وبتخف حسن يكون بيدحك عليها تاني وبتغفل معاه وبتتصل بالزابط بس الزابط ما بيرضح يرد عليها ولما اتصلت تبلغ الطوارئ قالوا لها تروح اقرب اسم شرطة ليها وما حدش كان عايز يسعيدها نهاي وكانوا شايفين ان موضوع النصب ده صعب حد يحله ويوقع العصابة وبيفتكر الشاب باسم الفندو اللي شافه لما جيه يهرب وبيتصل عليها تاني وبيقولها تكتب اسم الفندو وكان بيحاول يوصف لها العنوان وبيقولها ان في جنبهم مكان خياطة كتير وبتجري بسرعة كم على الاسم وبتلاقي الزابط واقف وسط ناس كتير تنصب عليها ولما اخيرا قابلته اديته الورقة اللي كتبت فيها اسم الفندو وبتقوله انهم يدوروا عليه يمكن يوصلوله فبيقولها ان الفندو ده في الصين وهم في كوريا وفي فروح كتير للفندو يعني الموضوع صعب وبيقولها ان مش هيقدر يفتح القضية بمعلومة نقصة بس هي فدلت تترجانه يساعدها ويقف جنبها لكن الزابط كان شايف ان الموضوع معقد وصعب للغاية فبيكرر انها هي اللي تدور على الفندو ده وبتفضل تحدد بدوائر على فروح الفندو اللي في الصين وبتعمل منشوره بتعلقه في شوارع كوريا وكانت بتدور على الناس اللي تنصب عليها زيها وبتلاقي الشرطة معلها ورقة في الشارع وكان مكتوب فيها ان فيه جايزة 100 ألف لاي حد هيجيب اي معلومة عن العصابة وبتقعد مع كل الناس اللي تنصب عليهم وكانت بتحاول تدور على اي صغرة عشان توصل بها لاي حاجة تاني يوم وهي في الشغل بيجي لها مكلمة من نفس الشاب وبتجري بعيدة عشان تكلمه وبتعرفوا ان الشرطة رفضت تساعدها وانهم عايزين عنوان مفصل عشان يفتحوا القضية تاني فبيقولها انو مايعرفش بالمكان اللي هو فيه وانو مايقدرش يخرج برا اصلا قالت له انها سريشت على الفندق اللي قالها عليه ولقت 72 فندق بنفس الاسم لكن بتجري عليها صحبتها بسرعة وبتقول لها ان الشرطة هنا واخدت عيالها فبتطلع كيم وبتجري على برا وبتعرف ان فيه حد بلغ عنها انها يعني مش عارفة تهتم بعيالها وبتقول لها الشرطية انها هتاخدهم لحد ما تلاقي مكان امل ليهم والكيم يا عزيزي بتنهار وبتفضل تترجعها تسيبهم بس الشرطية بتصمم وبتاخدهم وبتمشي وبتنهار كمة عليهم ولما اتصلت بالزابة التاني رفض ان يرد عليها وخلى صاحبه يقول انو مش موجود وبعد شوية بتعرف من صاحبتها انو اختها عايشة في الصين فبتترجعها انها تساعدها وبتقول لها انهم يسفروا يدوروا بنفسهم على الفندق ويعرفوا العنوان وبتوريها منشور الشرطة عن الجايزة لبمئة الف وبتتحمل صاحبتها وبيكرروا يسفروا هما الثلاثة الصين وبيقابلوا هناك اليام اخت بونج وبتقولهم انها عرفة الصين دي حتة حتة وبتاخدهم على كل الاماكن اللي فيها مكان خياطة جنب الفنادي في الوقت ده كان سون قاعد متدايق ولما بيشوف الشباب بتضرب في الشاب اللي كان عايش زيهرب مع صاحبه ام ودفع عنه بس هو كان ضعيف وملوش في المشاكل واخد علقة يعني محترمة وبياخد الشاب اللي اتضرب بعيد عنهم وبيروح لواحد كان بيرائبهم وبيديله فلوسه وبيطلب منه ان يكونوا المساعد بتاعه وبيقوله انه تعب من كتر من الشباب اللي جوا بيضربوه وفعلا بيوافق وبيخليه هو اللي يرائب بقى الشباب وبيقدر كمان انه ياخد تليفون عشان المدير يقدر يتواصل معاه ولما بيطلب منه ورق معين من المكتب بيروح بسرعة وبيفضل يصور كل عمليات الادعاء اللي اتعملت وحاول انه يبعثهم لكم بس ما بيلاقي الشابكة ان ناحية التانية كانت كمس حابها تعب من كتر اللف بس كانت مصممة انها تكمل تدوير وبالليل زعيم الاسابة بيخليهم يجمعوا في مطعم معين وبيقولهم انه هيتأخر نص ساعة وكان قاعد في عربيته بيرائبهم وبيسمحهم وهم مقطعين في فروته وبيقولوا انه واحد اناني ومغرور وانه ما يستحقش اللي هو فيه وده لانهم هم اللي سعدوه ووصلوا للمكان اللي هو فيه دلوقتي في نفس الوقت ده كان سن مع باقي الرجالة وكانوا بيتحقوا على شوية شباب جديدة من كوريا ومفهمنوا منهم يشغلون في شركة كبيرة وبياخدوهم وبينزلوا فيهم ضرب وبياخدوا منهم كل حاجاتهم الشخصية وتليفوناتهم وكان سلم وكبر ان يساعدهم وبيعمل نفسه انه عايز يدخل الحمام وبيدخل القدر اللي فيها جهاز كمبيوتر وبسرعة بينقل الصور اللي صورها على الجهاز وبيبعد فاكس الكيم وبيدخل عليه الشاب اللي انقذوا قبل كده وبيعرفوا انه جاي قبل الراجل اللي بيقعد هنا وراح عشان يعطل الراجل تاني يوم في الاسم الزبط بيعرف بالفاكس اللي باعت لكيم وبيعرف فعلا ان في واحد بيساعدها وكان باعت لها كمان صورته عشان يعرفوه وبيتصل الزبط بسرعة على كيم وبيعتزل لها وبيقول لها على الفاكس اللي باعت لها وبيعرف منها الناف الصين وبيقول لها انها يسافر لها وكيم بتاخد الصور اللي باعتت لها وبتفضل تدور على المكان لحد ما فعلا بتلاقيه وكمان بتشوف سون واقف وبتنزل هي وبونجو بيشتغلوا على مكان خياطها من اللي في الشارع وبيفضلوا يعملوا دوشة وقلق عشان يلفتوا انتباه سون وفعلا بياخد بالو منها تاني يوم بيروح لها وبيعمل نفسه انه عايز يصلح حدومه لكن بيلاقي واحد من الرجالة رايح معاه وكيم ما كانتش قادرة تفهم اللغة الصينية بتاعتهم وبتيجي بونج بسرعة وبتلحقها وبتطلب من الراجل اللي مع سون انه يدخل معها ويشوف اي حاجة يشربها وبتدي فرصة لكيم وسون يتكلمه وبتديله تليفونه بتقوله يستخدمه جوه وفعلا بياخده وبيلاقيها كتبال ورقة في ظهر التليفون وبتقوله اول ما الزعيم يوصل يبعت لها رسالة بسرعة وبتعرفوا ان الزبط هيوصل الصبح وهياجم على المكان مع الشرطة الصينية وبعد شوية بيبعت لها رسالة وبيعرفها النزعيم في الطريق وبسرعة بتاخد اصحابها وبيروحوا على هناك وبيشوفوا عربيتين نازل منهم شباب كتير وبيدخلوا وبيخلصوا على كل الرجالة اللي جوه وبسرعة سون بيبعت رسالة وبيقولهم ينقذوه لكنهم بيشوفوه وبيضربوه وبعد شوية الزعيم بيوصل وطبعا يا عزيزي هو اللي كان بعيد لهم الرجالة عشان ينتقل منهم بسبب الكلام اللي قالوا عنه وكيم بتشوفهم وهما بينقلوا الشباب اللي مشغلينهم لمكان تاني والشاب المصطول ده كان محظوظ لانه كان وقت الهجوم اللي حصل كان في الحمام وبيشوف الزعيم وهو داخل وبيسمعوا هو بيؤمن رجالته انهم يخلوا الهجوم وكأنها خناية مخدرات وبتتسل بسرعة كيمها الزابط وبتقوله على اللي حصل كله وان الزعيم هيهرب فبيقولها انها ما تتحركش من مكانها لحد ما يوصل بس هي ما بتسمعش الكلام وبتروح بسرعة ورا الزعيم وبتلاقي الشاب ده خارج وهو شاهل سون وبيطلب منهم انهم ينقذوه وبيتأسف لها سون عن اللي عملوا فيها وبيقولها انه كان مكبور وبيعرفها انه صور الزعيم وبيشوفوا الفيديو اللي هو صوره له وكان بيعترف فيه باللي عملوا في الشباب وكمان بيعرفوا انه رايح المطار عشان يسافر برة اليوم ده يا عزيزي بالتحديد كان يوم 21-08-2016 وبتروح بسرعة كيم مع صاحبتها على المطار وبونج بتفضل معاقتها في المكان لحد ما بيوصل الزابط وبتقوله بالله حصل كله وبيكنوها الشرطة الصينية انهم يبضع الزعيم قبل ما يهرب في الوقت ده كانت كيم في المطار وبيشوفها الزعيم وبيروح لها وبيسألها هي بترقبه ليه فبتقوله عشان انت واحد ندله وبتنصب عن الناس ونصبت عليها في 32 ألف ضحك الزعيم وقال لها كل اللي انت عملت عشان 32 ألف وبيديها 100 ألف وبيقولها تاخدهم وتبعد عنه ولو شافها تاني هي ندمها اليوم اللي تولدت فيه فبتدهي كيم وبتاخد الفلوس وبتجري وراه وبتفضحها قدام الناس كلها وبتعلصتها وبتقوله انه زعيم العصابة وبترمف وش الفلوس فبيروح لها وبيسألها انت عايزة ايه قالت له انها عايزة تاخد حق كل الناس اللي نصب عليهم وبتطلب منه انه يسلم نفسه فبياخدها الزعيم على الحمام وهتكعد ضرب وبيقولها انه قالها تبعد عنه وبعدها بيسيبها وبيمشي بس بيكتشف انها سرعت منه البسبور بتاعه في الوقت ده كان فيه رجل شافكين في حمام الرجالة وبلغ بسرعة انه فيه مصابة في الحمام والزعيم بيرجع لها تاني وبيسألها عن بسبور لكن هي كانت باية عالدونيا وبتقطع البسبور وبتاكله فبيتعصب وبيضربها تاني لكن بتدخل الشرطة مع الزابط الكوري وبيقبضوا على الزعيم واصحاب كين بيجروا عليها وبتفضل تعاية وبتقول لهم انها تعبانة ولما بتطلع برا بيتلاقي الناس كلها متجمعين وبيبصلها وبونج بتقول لهم ان صاحبتها البطلة قدرت تقبض على الزعيم والموضوع بينتشر في كل حتة اما سون كانوا انقذوه وحكى كل اللي حصل فيهم واللي كانوا مقبورين يعملو في الناس وكين بقى بترجع لشغلها تاني وبيبعت لها الزعيم المحامي بتاعه باتفاهي التسوية وده بالمبلغ اللي هي هتطلبه لكن كين بترفض وبتقوله مايرجعش هنا تاني وبتقدر انها تاخد عيالها من تاني وبيخلص الفيلم على كده طبعا يا عزيزي اي حد ما كانها كان ممكن يقفش المئة الف ويتقل على الله ويقولك ده حقي وما ليش فيه لكن هنا بيظهر معدن البنى آدم وبما ان الكسة حقيقية فياريت الناس كلها تاخد بالها من موضوع النصبة في التلفونات ده لايك بقى يا عزيزي واتساش تقول لي رأيك في كومنت واشوفكم الفيلم الجاي ترجمة نانسي قنقر